المتابعين الكرام أصعد اللهم سأكم بكل خير إليكم نشرة الأحوال الجوية خلال 24 ساعة القادمة اليوم وخلال ساعة هذه تبقى الأنملكة تحت تأثير جبهة هوائية دافئة على دفع في الأجواء بشكل عام بالمقارنة على ما كانت عليه أجواء خلال الليالي الماضية درجة الحارة في العاصم عمان ستكون حوالي تقريبا صغرى هذه الليلة بحدود ثمان درجات مئوية مع ظهور لكميات من السحب والغيوم المتفرقة بعيدة متصف هذه الليلة ونهار يوم غد يتوقع أن تتأثر المملكة بمقدمات لمنخفض جوية تزايد تأثيره بشكل رئيس يوم الجمعة ولكن مقدمات هذا منخفض الجوية نهار يوم غد الخميس وهذه الليلة بعيدة متصف الليلة يتوقع أن تسحب بهطول لبعض الزخات من الأمطار خاصة في المنطقتين الشمالية والوسطى وبعض المرتفعات الجبلية الجنوبية بمشيئة الله تعالى يتوقع أيضا غد الخميس أن يترى انخفاض ملموس على درجات حار وواضح في أغلب المناطق بمقارنة عن ما كانت عليه الأجواء ودرجات حار نهار هذا اليوم دعون الآن نصطر الدرجات حار العظم المتوقع غد الخميس والصغرى ليلة الخميس على الجمعة واتي سنبدأها شمال من إربت 12 إلى 7 درجات جرش 12 إلى 7 عجون 11 إلى 7 وفي المفرق من 13 إلى 5 درجات مع فرص الأمطار كما ذكرنا في هذه المناطق انتقال إلى المناطق الوسطى العاصمة عمان 11 إلى 5 درجات الزرقاء 14 إلى 6 في البلقاء 13 إلى 8 درجات مئوية في معدبة 12 إلى 5 وفي البحر ميت من 22 درجة مئوية في ساعات النهار بينما طعبة الصغرى إلى 13 درجة مئوية انتقال إلى المناطق الجنوبية من المملكة تكون على النحو التالي في الكرك 12 إلى 6 في الطفيلة 13 إلى 6 في الشراء 10 إلى 4 في معام من 13 إلى درجة مئوية واحدة أما في خليج العقبة فتكون من 21 درجة مئوية في ساعات النهار والصغرى ليلة حوالي 10 درجات مئوية نختم هذه الجولة من المناطق الشرقية من المملكة في أرويشت تكون العظمى 18 الصغرى 4 درجات الصفاوي من 15 إلى 4 وفي الأزلق من 17 إلى 3 درجات مئوية هذا كان كل ما ذينا بشأن الأحوال الجوية ليومي غد الخميس للمزيد يمكنكم تحمي تطبيق تقس العرب أو زيارتنا على موقع تقس العرب او حتى متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي ليصلكم كل ما هو جديد بشأن الأحوال الجوية في أملك دمتم دائما بخير إلى اللقاء